أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في قناة المغرب الحاضر النظور 13-2022 النظور يصيد نعم، بعدما يقرب من 40 عاماً من التوقف يبدأ النظور من جديد بماذا؟ سيعيد تنشيط مناجم الحديدية القديمة وتخرج الحديد فالطالب المرتفع على السوق العالمي يجعل ذلك ممكناً فعلى الرغم من أن أسعار الأسماك لم ترتفع إلا قليلاً في السنوات الأخيرة إلا أن الفولاد اليوم أصبح باهظ تكلف أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام 1984 ولا يزال بوسع ذوي الخبرة الكافية والآلات الثقيلة والموظفين الصناعين تسجيل أنفسهم إلى أول نوفمبر 2022 ونشر من جهة الاستغلال الاجتماع لمنطقة الريف الدولية وفي ثلاثة نوفمبر 2022 ستعقد جلسة الاستماع في الرباط لتقرر من يمكنه شراء المكام الحديدية القديمة لاستخدام وفي الفترة ما بين 1908 إلى عام 1984 تولت الشركة الإسبانية بالإسم الإسباني كامباتيا إسبانيولا دي ميناس دي الريف استخراج المعادل الحديدية وفي السنة 1984 تم إغلاق منجم الحديد لأن التكاليف كانت مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار السوق العالمية في ذلك الزمن مع إعادة فتح منجم الحديد فهناك أيضا الأمل في الحصول على الوظائف الجديدة في المنطقة ويقدم النظور أرضه في الوقت الراهن أساسا عملا في مجالات مصائد الأسماك والزراعة وإنتاج الفلاذ وتجهيز المعادن والصناعة والتشييد لا يعرف من سيشغل هذا المنجم الحديد في النظور قد تتكلف شركة صينية بمنجم الجزائري القريب منهم وقد يعرف الصين والروسيا والهند وأستراليا باستخراج المعادن والمنجم ولكن قد تكون أيضا شركة إفريقية التي تقوم بهذا العمل كما تعرف مثلا جنوب إفريقيا أو الموريتانيا باستخراج المعادن وهي من 15 دول أكثر استخراجا له في العالم فننظر ماذا سيأتي في المستقبل وشكرا جزيلا وإلى اللقاء